السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 15 حزيران يونيو طبعا القمر اليوم برضو موجود في برج الثور لآخر يوم طبعا هذا اليوم حافل بالكثير من الخير والإيجابيات ولكن في بعض التحذيرات القمر اليوم موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة وست واربعين دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأورام من الجسم ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد وبما أن القمر موجود في برج الثور معناته منشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا إلا ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا ولا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار برضو بإمكاننا الاهتمام بمسائل لها علاقة بالعقارات مثل استئجار أو بيع أو صيانة أو ديكور وقضاء وقت ممتع بالبيت وأيضاً الاجتماعات العائلية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التزديس الإيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهذه تأثيراتها مستمرة ليوم 21 ستة طبعاً ذروتها يوم 17 ستة في تمام ساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة عصراً هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح هذا الوقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين ممكن نستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هذه الزاوية بالدعوات أو تلبية الدعوات أو السفريات أو التسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ما تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم 26 طبعاً بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالباً بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهاي طبعاً تأثيراتها مستمرة ليوم 26 ستة طبعاً ذروتها يوم 19 ستة الساعة 3 و53 دقيقة عصراً بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع نتبع أحلامنا وأوهامنا ومشاريعنا الخيالية وبتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب ومن ميل لحل بعض مشاكلنا باللجوء للكحوليات والأدوية والمخدرات والمسكنات وممكن نتعرض لتوعكات صحية غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي الزاوية تأثيراتها مستمرة ليوم 22 ستة طبعاً هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدولي أيضاً علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها أول زاوية زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي طبعاً هي مساء يوم الأربعة ذروتها ساعة تسعة وأربعة عشر دقيقة ولكن تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ومستمرة لغاية ساعات تقريباً الظهر يوم الخميس تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط من جديد اللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وعشان هيك بصير في مشاكل بين الذكور والنساء بهاي الفترة بشكل كبير على أدفه الأسباب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية الساعة ثمانية وأربعة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الخميس طبعاً ذروتها أما تأثيراتها فهي من الآن موعد بث الحلقة ولغاية مساء يوم الخميس هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية وبتدعمنا بشكل كبير برضو ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين زحل وهي اليوم ذروتها طبعا هي من يوم 12-6 تاثيراتها لا يوم 18-6 ولكن اليوم ذروتها ساعة 4-9 دقائق عصرا هاي الزاوية بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي بيضر بصحتنا يعني هاي لها شوي تاثيرات دولية زي انتقاد الصحافي والجرائد لتراجع مردودية قطاع الفلاحي أو الصناعي أو صناعات الثقيلة مؤسسات الدولة كما أنها بتشهد هاي الفترة اضطرابات واحتجاجات لتحسين أوضاع اليد العامل في قطاع التعدين والمناجم والاتصالات والمواصلات وتحسين أوضاع المتقاعدين والشيوخ ممكن يتم الكشف عن حقائق تاريخية مغلوطة أو فساد في بعض مؤسسات الدولة أو المؤسسات المالية أو الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها ساعة 9.18 دقيقة من مساء اليوم الخميس ذروتها ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات ظهر الخميس لحتى صباح يوم الجمعة بالنسبة لهذه الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل تعطي طاقة حلوة وإيجابية وأيضا شفافيتنا الروحانية بتكون ممتازة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها ساعة 11.36 دقيقة من صباح يوم الجمعة ولكن تأثيراتها بتبدأ من عصر يوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا نتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية تدفعنا للإبداع يعني بمعنى آخر تعطينا طاقة روحانية أيضا مميزة جدا وبإمكاننا أن نصيدر على مشاعرنا ونتواصل بشكل جيد مع أحبائنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم هدول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية واللي بشعر بأي أعراض غير اعتيادي راجع الطبيب أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية أو فحصات خلال هذا اليوم وهذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور قلو المسار سيكون يوم الجمعة في ساعات الفجر تقريبا بيبدأ الساعة 31.36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 41.45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني مدته لا تتجاوز التسع دقائق لا يستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 12.13 دقيقة مساء يعني بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس ب13 دقيقة مندخل في اليوم السبعة وعشرين نسبة الإضاءة ساعة 12 بالليل 12 بالليل اللي هو يوم الخميس على الجمعة نسبة الإضاءة بتصير للقمر 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة منتحس بنسبة عشرة في المية طيلة اليوم القمر في الثور حتى يوم 16 ستة منتحس الآن بنسبة خمس واربعين في المية وبظل يتناقص نحاسته لغاية ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات المغرب بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هي نفس تأثيرات يوم الأمس ولكن اليوم على إيجابية أكثر اليوم بيحمل معه فرص مالية أوفر وأحسن وممكن تكون مفاجئة بالنسبة لك أو يجيك رد على موضوع مالي أنت يكون شغال عليه وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك أو تسدد فوتيرك أو ترتب وضع مالي معين وبتنشطه بالاتصالات وزيارات ممكن تهتمه للترويج لخطها أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجعه لهذا الأمر وممكن تتعالجه مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية زي بمؤسسات وبنوك أو ضريبة أو شركات حتى يعني الأجواء إيجابية على المستوى المالي لازم أنك تستغلها برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بأنفسكم اليوم أكبر من يوم أمس والهدوء عندكم تقريبا استقر شوي وبعمكم نشاط عالي جدا وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعا من مركزكم الاجتماعي طبعا الفترة هاي تعتبر فترة مميزة واستثنائية والجو بعطيك طاقة عالية جدا ما عليك إلا أنك تبذل جهد على اساس أنك تحقق كل الغايات اللي أنت بدك إياها والأمر اللي ما بيمشي معك من أول مرة كرر ومرة ثانية بتلاقي مشة الأمور حاول أنك تأخذ المبادرة وتكون شجاع خلال هذا اليوم وانت اليوم ملفت للانتباه للجنس الآخر بشكل كبير برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زال القمر لآخر يوم موجود في بيت المتاعب يعني ابتداء من بكرة الأجواء بتتحسن بشكل إيجابي فما عليك اليوم إلا برضو أنك تصبر هذا اليوم برضو بيطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وحاول أنك تنجز اللي بتقدر عليه من أعمال وما تخلي أعمالك تتراكم حاول تعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم واحذر من تقلبات مزاجك وما تراهن على الحضوض كثير من الأشياء ممكن تكون معول عليها تجد أنها يتأخرت يلتغت في آخر لحظة هذا شيء طبيعي يبتدع من بكرة بتبلش الأمور ترجع لنصابها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مواتي رغم الضغوط اللي أنت كنت تعاني منها يوم أمس اليوم الأجواء أحسن وبرضو لا تنسى أن الشمس ما زالت موجودة في بيت متاعبك يعني هي فترة ضاغطة تلقائيا لحديث ما القمر يوصل الشمس توصل عندك لبرج السرطان لتبدأ الأمور تتحسن بشكل ملموس ولكن حاول تستغل حركة القمر في بعض الأمور الاجتماعية خلال هذا اليوم وعلاقاتك بأصدقائك وما عارفك لإنجاز بعض الأمور برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو بوسعك وإثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن أنك تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام فيه نوع من أنواع الصعوبة إذا ما خالفت القوانين وما جازفت خلال هذا اليوم وما شوهت سمعتك الأمور كلها بتكون ممتازة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء ممكن اليوم يصلكم خبر من الفعيد أو تنجحوا بالسفر والاتصالات والعلاقات مع الأجننب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عندكم عالية وبشكل كبير واضحة وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وهاي فترة إيجابية جدا بيسل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك فيها سفر محتمل لبعض أشخاص برج العذراء أو الاهتمام بمسائل إلا علاقة بالسفر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم برضو بيحمل فرصة إلها علاقة بمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمستقبلك بتأمينات ببنك ضريبة قرض معين تحسين وضع مالي معين حاول أنك تقدم بعض التنازلات للأحبة أيضا اليوم أو لأفراد العائلة فيه نوع من أنواع ممكن أنك تراجع بعض الخطوات اللي ممكن سببت لك بعض الإزعاج أو تحاول تعمل مصالحات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية اليوم آخر يوم لأيل وبعدين يتحرك للبيت الثامن فعشان هيك اليوم جيد أنك تعزز علاقتك مع شركائك سواء في المال أو في العاطفة ولكن بدك تحذر من الإنفعالات والعصبية اليوم بيصعب التفاهم معك ممكن أنت دخل حالك في مشكلة أنت بغنى عنها عشان هيك لازم تضبط عصابك الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة فحاول أنك تكون صبور وما تتذمر خلال هاي الفترة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمال كل يوم برضو الأجواء جيدة على مستوى تعزيز علاقاتكم مع زملائكم أو اتمام بعض الأعمال أو تقديم بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل اللي تكون لصالحكم أو بداية عمل جديد أهم إشي إن كنت نظم جدوى الغذاءكم تأخذ قسط من الراحة ما تلته بالقشور والأمور الثانوية ركز بشكل جيد على أعمالك أهم إشي اليوم أنك تتممها عشان ما يصير ضغط عليك أو تضطر للعمل لساعات إضافية يعني جيد هذا اليوم لحصد النجاح والأرباح أهم إشي إنه برضو أنك تراقب وضعك الصحي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم ترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أكثر من يوم أمس اليوم بوسعكم ممارسة نشاط فني ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إشي إنك ما تستسلم كرر المحاولة ممكن تهتم بقضية بتتعلق بأحد الأبناء أو أحد الأحبة الأجواء جيدة حتى للترفيه أو ممارسة هواية وترغبوا اليوم في استكشاف مناطق جديدة أو اللي بتميلوا للسفر للتحرك للتنقلات وأيضا لتعزيز أمور إلها علاقة بالعمل بشكل قوي جدا اليوم مناسبة لهاي الأمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنه ما تسمح لعواطفك بينها تأثر على سلوكك وأداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج وحاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل لتثبيته ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بالعقار يعني زي استئجار أو الاهتمام بالبيت أو قلق على شيء العلاقة بالعائلة أو صيانة أو ديكور ولكن إجمالا كلها بتتم بخير برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطه برضو في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وهذا اليوم برضو مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو تغيير جو أو تعامل مع الإخوة والجيران أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم حاول أنك تكون هادئ قدر الإمكان اليوم تنقلاتك ممتازة ونتائج راح تكون رائعة على كل المستويات حتى على مستوى تعزيز العاطفي أهم شيء أنك تتحرك وتستغل هذا اليوم بكل طاقتك عشان تحصل من الإيجابيات اللي بيوفر لك ياها القمر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء